أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسم نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة قرارا إداريا بتعديل قرار سابق بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر الشارقة 2019 ويقضي القرار الإداري أن يستبدل عضو اللجنة العليا العقيد عبدالعزيز عبدالرحمن النومان ويحل محله السيد عيسى عليه لال الحزامي كما يضاف السيد عبد الملك محمد عبد الرحيم جاني إلى عضوية اللجنة